موسيقى زي ما كنت بتكلم مع زملائي الأعزاء إيمان وصحر من نشرة التسعة لازم نقول أن العالم الحقيقة قبل الذكاء الاصطناعي كان في منطقة أو حاجة وبعد الذكاء الاصطناعي أصبح ليه شكل تاني هيكون حاجة تانية تماماً هيغير حاجات كتير الإبداع نفسه الإنساني بيواجه تحديات وتغيرات كبيرة بسبب التقنية المرعبة دي يعني إيه يغير؟ يعني زي ما أنا حكيت كده معهم أنه إحنا ممكن نتفاجئ برموز معينة إحنا عيشنا عليها استمتعنا بيها قدمت فن رائع أنك تلاقيها بتتغير الأيام اللي فاتت إيه اللي حصل؟ برامج الذكاء الاصطناعي بتستخدم الحقيقة الأصوات وضع أصوات مطربين أجانب علشان يقفوا يغنوا مثلاً أغاني عربي بتلاقي مثلاً مطرب أجنبي أين كان هو مين؟ يغني أغاني عربي دماء خفيف أنت بقاش فاهم الهوية اللي بسرحت فين؟ الغريب أن الكل تفاجئ أنه كمان الملحن عمر مصطفى كمان قال وأعلن أنه حيعمل ألحان جديدة وحيستخدم في غنائها صوت سيدة أم كلسوم إزاي؟ عن طريق الذكاء الاصطناعي وده بصراحة يعني عمر طبعاً يعني إحنا عارفين هو يعني ملحن شاطر ومطرب وليه كينونة كبيرة في الوسط الفني والموسيقي ما نقدرش ننكرها أبداً لكن قدام علامته وقدام الكلام اللي قالوا الحقيقة ده علامات استفهام مش علامة واحدة لأنه كمان إحنا عندنا يعني أشياء قانونية كثيرة منها حقوق يعني الحقوق الخاصة بكل صوت وبكل أغنية يعني استخدام صوت فنان مثلاً راحل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأيضاً بيخلينا نقول طيب تساؤلات أهم إيه المخاطر اللي ممكن يعني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تحول هذه الوسيلة إلى تدمير يعني إيه تدمير للدرجات دي أيوة أحياناً تطوير الإبداع وإنك تمسك حاجات كده أقول لكم بصراحة تعمل إيه أحياناً تقول إيه إيه المسخ ده الجملة دي عربية تقول إيه المسخ ده ده شيء كده ما فيهوش حاجة حلوة لأنه قيمة الأصوات وقيمة الرموز كبيرة بما قدموه يعني هم قدموه في الزمن بتاعهم بأسلوبهم بألحنهم بكلماتهم حتى بطريقة الأداء فلما أنت تيجي تستخدم هذا الرمز وبعدين تشغله بيغني أغاني من الزمن بقى اللي إحنا عايزينه مش هتتقبله لأنه صدقوني طب أنا هقولكو حاجة مش فيه مثلاً عندكو تطبيقات معينة وأنا شفت ناس كتير جداً ياخدوا صور ناس رحلوا عننا فيبدأ يحط الصورة تحرك عنيه وإيديه الحقيقة ما بتبقاش حلوة لأنه أنت عارف أنها صورة وأنه ما بيحركاش بشكل طبيعي الأخطر من كده بقى في الزكاة الاصطناعي أنه أنت مثلاً ممكن تاخد صوت زعيمة سياسي أو حد في البرلمان أو أي شخص بيعمل حتى في مجال السياسة وتاخد صوت بتاعه تركبه على حاجات معاناة تعمل مشاكل الكونجرس الأمريكي الحقيقة بقى له فترة بينائش قوانين جديدة وده اللي أنا قلته ما يجد علينا لابد من مناقشاته إيه هي القوانين؟ قوانين لموجهة الذكاء الاصطناعي وأهمها حقوق الملكية الفكرية اللي إحنا بنقول عليها كل صوت كل إبداع كل شيء تم إبداعه لحقوق ملكية فكرية وإحنا في مصر الحقيقة يعني بقينا ننتبه جداً وعندنا قانون وبنحاول كمان إن إحنا نحافظ عليه طيب خلونا بقى نرجع على مصر ونشوف كده موضوع إعادة استخدام صوت سيدة أم كلثوم هل ده ممكن يعني يوصلنا أو أنا أقول بصوت عالي أنه حنفضل نستمتع بصوت سيدة أم كلثوم ولكن في أغاني مختلفة طيب إحنا ممكن نقبل ده مش عارفة أنتو ممكن تقبلوه يعني ممكن أنا مثلاً خليني أقول كده افتراضاً أسمع سيدة أم كلثوم مثلاً بتغني أغاني مثلاً حد تاني صوت مطربة تاني حتى لو كانت المطربة نكحة وصوتها ناجح هل أنا هتقبل ده؟ طب الملكية الفكرية هتقول إيه؟ طب الحقوق بتاع صوت سيدة أم كلثوم الشركات اللي أنتجت هتقول إيه؟ ده اللي خلانا هنا نعمل اتصال سريع ونعرف من المنتج الكبير محسن جابر هذا الموضوع مساء الخير مساء الخير يا مدام شافك مساء الخير على حضرتك الموضوع اللي احنا تكلمنا عليه أنا شخصياً ممكن أبقى الآن كمواطنة أنا ممكن أسمع أو حد يعني يسمح لي باستخدام صوت سيدة أم كلثوم عبد الحليم عبد الوهاب مع حفظ كل الألقاب بزمنهم وأغانيهم الإبداع والجمال يروحوا لزمن تاني وأغاني تانية وألحان جديدة؟ لا طبعاً يعني هو ده أنا بعتبره تشويه تشويه للطراث ويعني لعب بالنار يقرب من المنطقة دي خالص وخصوصاً الأصوات دي يعني أصواته بالسيدة المجلسوم عبد الحليم عبد الوهاب دون أصوات خلاص وعيشين في وجدان الناس يعني صحيح يعني لازم يكون أي إنسان حذب في التعامل سواء أعلامياً أو فنياً أو زي ما شفنا في السوشيال ميديا النهاردة الخبر بتاع الأخص عمر مصطفى الحقيقة يعني أنا حزين جداً عمر من الفنانين اللي أنا بعتز بيهم جداً طبعاً هل حصل اتصال بينك وبين عمر مصطفى أو يعني حدثك تأكدت من إنه كلام ده سليم تماماً؟ وهو وهو حطت البوست بتاعه وحطت حتة من المقطع من الأغنية ولو كان عايز يقول أي حاجة كان اتصل بي تماماً يعني أنا أنا اللي اكتشافت عمر مصطفى أول أغنية في حياته اللي أخليك فاكرني اللي أنا عملتها لعمر دياب ده كان أول أغنية في حياة عمر مصطفى تماماً وأنا بعتبره يعني ولد من أولادي يعني طيب بس إنه يعني يعني يقدم على هذه الخطوة آه الخطوة دي منتشرة منتشرة عالمياً بس مقابل إنها منتشرة عالمياً في حقوق ملكية فكرية عالمية وقفتها تمام إنما نحن نستعملها بقى في الشرق الأوسط في الدول النامية ونستغل لأن فيه ثقافة مجتمع ما هيش فاهم حقوق الملكية الفكرية لأ داعا بس لازم يتوقف عند حده وإنه لو 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 تثابت الأغنية دي هتلاقي سلسلة من الأغاني ومن التشويهات أكيد اللي مش هنتقدر تتوقف بعد كده طب هل أنا أقدر أتكلم مع حضرتك كده نتكلم إحنا بصوت عالي موجود في بلدنا دلوقتي حاجة عنوان كبير جداً إحنا مشغولين به وبيقوم بتوصيات ولجان وهو الحوار الوطن وأعتقد في اليومين دول من مبارح للنهاردة في قضية الثقافة والهوية الوطنية أنا بعتبر أن الرموزنا دول جزء من هويتنا إحنا الوطنية هل ممكن بسرعة يكون فيه وثيقة تقدم للحوار الوطني يتم مناقشة هذا النوع علشان يكون فيه قوانين أكتر تجد على حقوق الملكية الفكرية تجد على استخدام الرموز وتبقى أيضاً هذه الورقة المقدمة سريعاً ونطالب بيها الأسدزة القائمين على الحوار الوطني بأن هذه الورقة الخاصة بدخول الزكاء الاصطناعي إلى تغيير شكل واللعب بالرموز والألحان وتبقى ورقة سريعة لأنه أنا أعتقد أن الحوار الوطني حيخرج بتوصيات وهذه التوصيات ممكن تروح للبرلمان ويتم تشريع أو أيضاً تحديث بنود داخل القوانين زي قانون الملكية الفكرية أو قوانين بشكل عام رأي حضرتك شو بي عرضك الزكاء الصناعي مش متوقف عند منطقة الفن هو الزكاء الصناعي ده أسل في كل حاجة يعني في الفكر نفسه حتى في الفكر السياسي الفكر الاقتصادي الفكر الاجتماعي الفكر الإداري هو دخل في كل حاجة فعلشان تتأمليله أو تسنيله تشريعات دي لازم تاخد وقتها ولازم تدرس لوحدها طبعاً بس نخلق حوار نخلق حوار ورأي عام إنما أنا عايز أقول حاجة فضل القانون المصري اللي هو القانون اللي صدر سنة آآ 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 af two and two اللي هو قانون اتنين وتمانين لسنة الفين واتنين فيه الحقيقة ما يكفي لردع مثل هذه الأمور تمام يعني هو مش محتاج إضافة في القوانين آآ آآ تخص سواء الغوليجرام أو تخص الذكاء الاصطناعي لحماية أنا أتكلم في خصوص المصنفات الفنية. تمام. فيه ما يرضى يعني يعني مثلا القانون إدى للفنان وورسته من بعده حق أبدي مش حق مؤقت حق أبدي يعني إلى مدى الحياة. تمام. مش مدى حياتهم إلى مدى ما شاء الله إلى يوم القيامة. حق أدبي لحماية أي تشويه أو لعب أو عبس فيه سواء صوتهم أو اسمهم أو نسب المصنف تعرفها مثلا أنا عايز أقول حاجة عشان بس نكون واضحين الناس لازم تعرف إيه هو العمل اللي هو عمله عمر مصطفى. تمام. والذكاء المصطناعي أنه كانت ممكن تقدمي في الأبليكيشن أغنية وتطلبي من في الأبليكيشن إلى أنه يعمل لك كلمات أغنية مثيلة بالشكل يعني مثلا لو حطينا أغنية حرمت أحبك وقلت له أعمل لي أغنية بنفس مش بنفس الكلمات بنفس الموضوع بنفس المعنى أعمل لك أغنية جديدة تمام ككلمات لو قلت له لحنها حيلحن إنما كمان أنك تستدعي وتقولي له سامبيلي إحنا بنسميها في الفن سامبيلة يعني استقلاص صوت سامبيلي صوت المكلسوم عشان أخليها تغني ده شعر فكد لو أم مكلسوم نفسها عايشة كتتغني وهنا هي المشكلة هنا هي المشكلة تغني الكلام ده طيب خلينا أعرف هنا الحقوق حضرتك كمنتج ولك أيضا حق يعني هذه الحقوق الملكية بتاعت هذه الأغاني وأيضا عائلة سيدة أم مكلسوم يعني إيه التصرف اللي ممكن يحدث لو فجئنا بأنه في أغنية بصوت سيدة أم مكلسوم هتغني أغنية تانية خالص لم نسمعها في زمن أم مكلسوم لا ده طبعا أنا مش عايزة أقول لحظة يعني الإجراء اللي إحنا لسه ناخده إحنا خدمات يعني حتى البروموهات اللي موجودة على المواقع بالتأكيد في الوقت اللي أنا بكلمك فيه ده أغلقت تمام يعني لسه حناخد إجراء يعني حضرتك خلاص خدت إجراء ضد هذه الأفكار أنا وقفتها وقفت تم إيقاف هذه الأفكار تمام بالضبط إنما القوض بقى في يعني قضية أرفعها على عمر مصطفى وبتالي ما هيش وردة في اللحظة إلا إذا هو تمادة تمام أنا بقول لك منتها الصراحة طب ليه ما حصلش الشكل إنه حضرتك تحاول الاتصال بما إنه في قصة واحد وكده الاتصال يعني الفكرة إنه إيه بيحصل يعني حضرتك ممكن كمان يبقى فيه جلسة كده تفهم إيه بيحصل أكيد هيحصل فيه اتصال أكيد يعني بس كان لازم تدارك الأمر الأول وهو وقف الأفكار وقف التصرب له وبعدين يحصل فيه حوار بعد كده صحيح لأن إحنا حنلاقي سيدة أمو كلسوم دارة الأيام هتبقى أي بقى غاني أو عيدك أو أي حد أو حد غاني أو عيدك طول ما أنا عايش مش حدش هيقرب من طول ما أنت عايش يفضل الفن موجود وطول ما إحنا عايشين إحنا اللي سمعنا أو إحنا اللي تأثرنا وإحنا اللي تبنى وجداننا بصوت السيدة أمو كلسوم أكيد هو لو عايز يعني هو الموضوع فيه بيفوه واحد بس أعمل ودي اللي أنت عايزها بالذكاة الإصناعي أعمل الكلمات أعمل اللح اختار صوت إنما ما تنسجوش لصحبته يعني مثلا المشكلة العالمية بتاعت الفنان ديريك أنه نسب الصوت اللي هو استنسقه نسبه إلى المطرب زي ما تنسخي الصوت عمري دياب وتقولي ده عمري دياب هنا بقت المشكلة أكيد انسخ الصوت بس سميه بقى سميه أي حد سميه محمد سميه أحمد سميه زي ما انت عايز أيها صح إنما كمان تنسبه إلى صاحب صوت الأصلي ده هنا غش طبعا وهو حضرتك قلت جملة اللي أعتقد هي الختام وهو لو كانت السيدة أمو كلسوم باقية حية كانت ستختار ماذا تغني وماذا لا تغني أكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا المنتج الكبير محسن جابر هتفضل رموزنا المصرية موجودة وهتفضل هي مادة الجذب لكل الملحنين والمؤلفين في العالم كله وإن لم نكن نحن أصحاب الرموز وأصحاب التاريخ نحافظ عليه ونغلفه بغلاف كده من يعني إيه من الذهب إن إحنا محافظين عليه من إنه يتغير أعتقد أي حد ممكن يغير في حاجات كتير لكن بتهيألي إن إحنا حنفضل محافظين مهما كان فاصل ونتواصل أزلنا معكم في التاسعة ويعودوا إلينا بعد قليل تفضل منذ أيام كنت موجودة في العراق لتصوير برنامج بيت للكل اللي بيوزاه على شاشة الأولى والحقيقة العراق يعني العراق الحقيقة يعني هذه البلد الجميل التي تحاول أن تعود بسلام وأمان وتعود أيضا إلى يعني فيه بنى في العراق كبير وأيضا فيه عودة للأنشطة الرياضية والثقافية والحياة بشكل كبير وإنت موجود في العراق الحقيقة تعرف وتقول تفتكر يعني فترة التعمير اللي كانت موجودة في مصر لكن قد إيه هم بيحاولوا وبيعفروا مزالت الكهرباء مثلا يعني حالات في اليوم انقطاع بيحصل بشكل كبير مزالت الأهالي بتساهم في مسألة الكهرباء يعني إذا كانت الدولة بتقدم لهم جزء من الساعات فتلاقي الأهالي كمان هي نفسها بتساهم وبتحاول أن يكون عندها كهرباء مزالت البنية التحتية في العراق محتاجة إلى جهد كبير جدا في البناء والتعمير وإنت ماشي في شوارع العراق كده السؤال لازم يدور فيك أنا مصرية وعشت هذه المرحلة في مصر وكنا كلنا بنجري يعني كان التعمير في مصر بيجري زي ما بتبني بتلاقي طرق مشروعات طول الوقت أنت وإحنا كلنا الجيل اللي موجود ده شايف بعينه تماما السنوات الماضية كمية التعمير اللي كانت موجودة على أرض مصر لما قعدنا مع الإخوة العراقيين بشكل كبير الكل كان بيقول إحنا نفسنا نعمل زيكم هنعايزين نعمل زي مصر فبقى فيه كباري بتتنور بنفس الطريقة بقى فيه على كورنيش على نهر دجلة بيحاول يعمل زي مامشى أهل مصر فيه حاجات كتير بيحاولوا يشوفوا طب مصر عملت حلت مشكلة الكهرباء إزاي عشان يعملوها طبعا الدعم المصري كبير جدا موجود في العراق علشان تقوم إحنا كان بيهمنا في البرنامج إن إحنا نشوف الأنشطة وعودة الأنشطة حقلكم مثلا أنت هنا عندك دولة حقيقة عميقة وبتحافظ وبتخاف وبتشوف أمنها القومي والحفاظ على الأثار بتاعهم مع دوم مشكلة كبيرة جدا كتير من الأثار اللي موجودة في العراق نهبت وسرقت وبيحاولوا يجمعوها ويرجعوا اللي موجود يعني أحد التشكليين العظام الكبار فنان كبير في العراق قال لي إنه في حاجات كتير جدا بقت موجودة مثلا في متحف اللوفر موجودة في بريطانيا ومش عارفين يرجعوها ولا عارفين إمتى ممكن ترجع فتخيل بقى لما أنت بلد بتبني وبتعمر وبتحاول قد ما تقدر تقف عشان تجيب ده كله ترجع كده وتفتكر قدي إيه إحنا عدينا قدي إيه عدينا عدينا كتير بقى عندنا بنية تحتية صح بقى عندك وتنفس العراق مثلا لو أنت فكرت مثلا مصر بقت في ظل سنوات قصيرة جدا بقت عندك عنوان اسمه مصر الرقمية بس العنوان ده عشان تحققه في بلد زي العراق استعمال الكروت الكاش هو اللي موجود في البلد عشان تشوف مثلا مكينات صرف موجودة في أماكن معينة لسه الحياة لم تدب فيها التطور أو الحداثة حتى في الوزارات والهيئات فالحقيقة يعني كل الدعم لأهل العراق عندهم من الحضارة ومن القرم ومن التاريخ ومن التقدم أشياء كثيرة جدا إن شاء الله ربنا يعينهم عليها ويقدروا يعدوا بكل المساعدات العربية وعلى رأسها مصر اللي بتعاون وبتساعد ومنها برنامج زي بتل الكل هذه الفكرة المصرية الأردنية الفلسطينية العراقية اللي بتحاول إن هي تعمل وتشجع القوى النعمة زي الفن والثقافة إنها تبقى موجودة وإن إحنا نبقى موجودين إحنا رحنا أماكن كتير حقيقية عشان بردو ننقل نوع من أنواع التمؤنينة والسلام ميدان زي ميدان التحرير موجود أو ساحة التحرير العراقية في بغداد تصورنا فيها هذه الساحة كانت ساحة كلها للتظاهر وكان فيها مشاكل كتير لكن الآن هي ساحة للأمن والأمان والتريد والاستمتاع يعني تحولت الأشياء وعادة الأمن والأمان بسلامة شعوب العربية بتدفع تمن كبير جدا عندما تكون يعني فيها أشياء فسدة وفيها أطماع وفيها يعني عنوين كبيرة جدا لم تعد تصلح أبدا لدولنا العربية غير عنوان الأمن والسلام ده بيوصلني تماما للقمة العربية اللي هتبدأ غدا بإذن الله وصل بسلامة الله فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة الدورة الثانية والثلاثين من القمة العربية التي تنطلق غدا في جدة ومشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة واستمرار أيضا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشتركة وأيضا توحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة يعني وعلى طاولة طبعا شايفين الصورة والاستقبال الرائع للسيد الرئيس دائما في المحبة والثقة والاستقبال في شخص الرئيس وفي كينونة مصر على طاولة القمة غدا طاولة العرب ملفات كبيرة ومهمة جدا وستناقش غدا في القمة العربية ويمكن أيضا يعني حنشوف يعني في هذه المناقشات ما حدث في المنطقة منذ يعني انعقاد قمة الجزائر في نوفمبر الماضي عدد من الأحداث الحافلة بالمخاطر والأزمات وكان آخرها في السودان وأيضا يتطلب يعني هذا الموقف وما يحدث وحدث في السودان وحدة المواقف والمصير وأيضا يحتم على الدول العربية إيجاد أليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة والموضوع البارز أيضا في القمة غدا هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد غياب 12 عام وده من أهم الأشياء اللي حتبقى منظورة وأمام القمة العربية غدا بإذن الله خلونا للحديث أكثر عن المتوقع في القمة العربية غدا ينضم إلينا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد مساء الخير يا فندم مساء الخير أهلا بك اتشافك وأهلا بمشاهدينك الكرام أهلا بحضرتك يا فندم يعني خلينا نبدأ من الملف الأبرز وهو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد غياب 12 عام وكيف سيتم منقشة هذه الأشياء خصوصا أيضا أن احنا مازال هناك العقوبات الموجودة على سوريا مثلا مجال الطيران فخلينا نعرف ما ممكن أن يطرح في هذه القمة غدا بإذن الله طبعا هي قمة مهمة جدا لأنها بتنعقد في ظل متغيرات نوعية كثيرة جدا أدت إلى أنه لابد من وحدة الصف العربي بشكل كبير لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة العربية خاصة أن هذه القمة إذا أردنا أن نطلق عليها عنوان رئيسي فهو قمة الحلول العربية للقضايا والأزمات العربية وبالتالي بعيدا عن التدخلات الخارجية والأطماع الأجنبية اللي كانت سببا الرئيسي في إصالة أمد الأزمات العربية المتعددة والكثيرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو قرار تأخر كثيرا يعني كان هناك حالة من الانقسام في الرؤى العربية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ولكن أدرقت الدول العربية أو الأكثرية الكبيرة في الدول العربية أدرقت أنه لا طائل ولا عائد من استمرار استبعاد سوريا من الجامعة العربية وترقها فريسة سهلة لقوى دولية وإقليمية تسعى بكل قوتها إلى استمرار أمد النزاع في الداخل السوري مما يحقق مصالحها على اعتبار أن سوريا كانت فيها الكثير من الأوقات هي ورق الضغط يتم استغلالها من قبل أطراف دولية لتحقيق المصالح الخاصة لهذه الأطراف في الداخل السوري وبالتالي عودة سوريا جاءت بعد انفراغة حقيقية في العلاقات العربية العربية وخاصة بعد دلزال 6 نوفمبر الماضي اللي أحدث انفراغة حقيقية وكان هناك تأجيب تأكيد مصر عربي على وحدة واستقرار الدولة السورية وبأن تعود سوريا إلى حضنها العربي لكي تكون هذه الخطوة هي البداية لما من الممكن جدا أن يتم في الفترة القادمة خاصة أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيتبع الكثير من الإجراءات التي ستحافظ على وحدة الجسد العربي ووحدة الدولة السورية وسيكون هناك نوع من أنواع التنصيق المشترك بين الدول العربية والدولة السورية لإحداث انسجام حقيقي في العلاقات السورية العربية بشكل كبير خاصة أن المدة الكبيرة التي بعدت فيها سوريا عن الجامعة العربية وهي 12 عام أفرزت الكثير من المشكلات على المستوى السياسي عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأيضا على المستوى الأمني باعتبار أن هناك الكثير والكثير من التنظيمات المسلحة وأيضا التدخلات الخارجية والكثير والكثير من المعطيات التي تحتاج إلى أن يكون هناك موقفا عربيا داعما للدولة السورية ليكون هناك استقرار حقيقي لها على واقع الأرض أكيد نتمنى كل التوفيق الحقيقي لهذه القمة بما فيها وأنا أتفق مع حضرتك جدا بهذا العنوان وهو عنوان أنها قمة الحلول حلول الخاصة بالقضايا والأزمات العربية عربية أشكر حضرتك شكرا جزيلا كل التوفيق لقمة الغد والحقيقة المشاهد بتقول هذا الاستقبال الخاص بسوريا وكأن التاريخ يعود تخيله 12 عام من الجهاد والمحربة والإرهاب وما سميناه من أشكال كثيرة جدا حان الوقت ليعود الأمن والسلام وتعود سوريا مش بس لجماعة الدول العربية تعود للخريطة العربية بنشطها وقوتها بإذن الله أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية طيب خلينا نروح ليه يعني شيء تاني يعني أنا سعيدة به جدا كلمنا فيه الحقيقة التاسعة حضرتكم عارفين في شهر رمضان شركة المتحدة لما بتفكر في إعداد عدد من المسلسلات الدرامية حقيقي الدراما أساسا علشان المتعة وعشان أيضا أن هي تعمل موضوعات اجتماعية ولكن المهم كمان أن الدراما ما تبقاش مغمية العين على ما يحدث في المجتمع أحيانا بيكون في قضايا في المجتمع محتاجة تسليط الدوق خصوصا لما تكون القضايا لها صوت عالي صوت يصرخ بالظلم والتعب والإجهاد للأسر المصرية ده اللي حدث تماما عندما فكرت المتحدة في تقديم مسلسل بعنوان تحت الوصايا المسلسل كان بيتكلم عن قصة أمة أو أسرة بيموت عائل الأسرة وبعدين بتبدأ الأمة ما تقدرش تاخد الوصايا على أولادها القانون بيقول أنه الجد لو هو عايش هو ياخد الوصايا المشكلة مش في الجد الجد ممكن يبقى شخص طيب وكله بس الجد هو زمن تاني ومش عارف إيه اللي حاصل بالزبط اللي حصل الحقيقة النهاردة يعني ليه أنا بحكي الحكاية دي عن المسلسل عشان المسلسل والدراما نقدر نقول أنها انتصرت لهذه المشاكل والأصوات أن يعرض هذا الصوت اللي كان في الدراما أن يكون ملف موجود على مائدة الحوار الوطني النهاردة كان فيه يوم حافل في جلسات الحوار الوطني من خلال الحقيقة اللي جان المختلفة لكن على رأس الموضوعات اللي تم منقشتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الخاص بالمحور الاجتماعي في الحوار الوطني كانت تحت عنوان مسائل الوصايا على المال وما يرتبط بها قانون الوصايا تحديدا زي ما أنا قلت لحضراتكم طرح هذا المسلسل من خلال الشركة المتحدة اللي طرحته في رمضان وطبعا فنانة مونة زاكي هي اللي قدمت الشخصية الأم ومن خلال القصة دي كلها بالمناسبة الفنانة مونة زاكي النهاردة ألقت كلمة بسيطة على تقنية الفيديو وأديعت هذه الكلمة في الجلسة وطلبت فيها بدرورة إعادة النظر في قانون الوصايا بشكله الحالي وطلبت البرلمان والجهات التشريعية المختصة أنها تتخذ إجراءات عاجلة لتعديل القانون زي ما قلت لحضراتكم كمان لأنه حتى ختام المسلسل هي كان عندها مناشدة للقادي الموجود في العمل وكأنها رمز بتقول نفس الكلام يمكن اللي هي ذكرته النهاردة في الفيديو اللي قدميته من خلال جلسة الحوار الوطني أنا سعيدة ليه علشان الموضوع الحقيقة فكرة أنت انتصر الدراما وينتصر عمل إحنا في المجتمع نقدمه ونخلق رأي عامه وبعدين يتم مناقشته في النهاية أنت بتخدم الأسرة المصرية وبتخدم المجتمع المصري خلينا ناخد مزيد من الحوار وتفاصيل كده دكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المينيا وممثل المجلس القومي للمرأة في الحوار الوطني مساء الخير يا دكتور مساء الفول يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم خليني أعرف ما دار النهاردة بشكل موضوع قانون الوصايا اتصالا بما تفضلت به سياتك أنا أسمن جدا على الكلام العظيم لسياتك تفضلت به أنه كلما يعني اعتلت وأصبحت سامية الدراما والإعلام عموما والبرامج كلما يعني ازداد هذا في قيم المجتمع وموصله وقضاياه والتعامل مع قضاياه بطريقة فيها جدية لأنه هذه القوى النعمة هي التي تبني المجتمع فعلا لأنه يعني الشرطة وقوات المسلحة لا يمكن أبدا أن يتركها هذا الإعلام والتعليم والحضانة والجامع والكنيسة كل هذه القوى قوى جميلة وقوية جدا إذا ما كانت صاحبة قضية وإذا ما أخذت الأمور بطريقة فيها نوع من الاهتمام والانتماء والولاء للوطن ما تفضلت به سيادتك غاية في الأهمية وهو ما يؤكد أنه نفكر من الآن في رمضان القادم أن تكون هناك قضايا أخرى تهم المواطن وتجمع الناس حول ما إدت المشاهدة ونطلع من رمضان بطريقة فيه انتماء وولاء للوطن وخدمة قضاياه وأننا لسنا على مستوى الكمال والكمال لله وحده وبالتالي النهاردة كان في الحوار الوطني وطبعا كل الشكر اللي فقامة رئيسة فتاح السيس الذي أطلق هذا الحوار سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو تشريعيا كل هذا يعني شيء رائع جدا وطبعا لمساتك بتحضري بتشوف كل قوى المجتمع المصري بشتى أطيافها وألوانها وكل الكلام مقبول وكل الرؤى مقبولة بغض النظر حتى إن كانت وصلت إلى مرحلة التضاد وإن كان هناك شطح في أقصى ديسار ولا اليمين كله متقبل وإدارة الحوار سواء الدكتور رضياء ولا المستشار محمود ولا الفريق العمل العظيم بيستوعب جدا ويضرب المثل في الرأي والرأي الله طيب دكتور أنا عايزة أستأذن حضرتك بس في وجود حضرتك معنا نستغل علمك يعني هل هنا حيكون فيه مثلا شكل من أشكال تعديل القانون أم تعديل الإجراءات هو الاتنين مع بعض كده دخلت في صميم الموضوع أيه كلنا عارفين أن القانون صادر من 1952 وأنه أتمد على قانون المجالس الحزبية اللي صادر سنة 1869 فهنا نتكلم عن 150 سنة للوراء يعني من ديق واحدة بس يا دكتور من 1869 صادر قانون المجالس الحزبية ده المجالس الحزبية 1869 تكلم عن 150 سنة تقريبا 150 سنة وطبعا حصل يعني تغيير شوية لكن يعني إحنا بنتكلم على الحالي الحالي بقى فإنت حضرتك التعديلات التي طرأت عبر المئة سنة دي وطبعا عبر 72 سنة من 52 لغاية النهاردة تعديلات طرأت سواء يعني فرادة في بعض مواد القانون والمجلس القوم المرأة كانت دور كبير جدا من 18 وصادر فعلا شوية تعديلات إنما إحنا بنتكلم عن أنه المجتمع يتطور والقانون لابد أن يتطور وإنه القانون الراكد هو عيب من عيوب التشريع فإذا تأخر التشريع عن خدمة المجتمع وخدمة قضايا الناس يبقى لابد أن نفتش يعني في التشريع حتى لاستطيع أن نصلحه وده من مزايا التشريع المرونة تفقد هذا التشريع مرونته إذا ما تأخر عن قضايا الناس وبالتالي كان هذا التشريع عظيما لزمانه وهم عملوا أكتر من اللازم بس في توقيته لناس وأنا قلت قبل كده أنه كانت نسبة الأمية في المرأة سنة 52 في مصر تصل إلى 84-85% وبالتالي كان يمكن أن يقال أنها قد لا تحسن التعامل مع قضايا المال أو قد لا تحسن التعامل مع قضايا الأولاد فكان أنا أذن ينظر إليها في إطار المواءمة والملاءمة أنه ينسب هذا إلى الجد أو ما بعد الجد سواء العامة أو غيره أما وأن الآن هذه المرأة التي أصبحت قاضية ومشرعة ووزيرة وإعلامية وكذا 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 ونسبة الأمية ضعفت جدا يبقى كان لابد أن يكون هناك تعديل تشريعي حتى نستطيع أن نقول أنه عندنا دستورة 14 يقرر أن المواطنين لدى القانون سواء وإحنا بالفعل بعد صدور هذا القانون أصبحنا طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الأجتماعية والثقافية واتفقية السداء وقبل ذلك الإعلان العلامي والمساق ومن ثم استجدت مواسيق دولية تلزم مصر تلزمها وفقا للمدى تجد تسعين من الدستور أن تعدل كل القوانين والتشريعات التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الراجل لمجرد أنها نوعوها أنها امرأة وبالتالي الطبيعي في وقام الأسرة وملأمتها وسيتك عشت هذه التجربة والله رحمه طبعا الفنان العظيم ممتوح عبد العليم كلنا في أسارنا مثل هذه الظروف المرأة هي أولى الناس بأولادها وأولى الناس بظروفها وهي أقدر الناس على أنها تستطيع أنها تقش حياتها سواء ماليا أو نفسيا وتدعم هذه الأسرة وكمان اسمح لي يا فندم اسمح لي يا دكتور أقولك هي نسبة الأمية حتى وإن كانت قديما أو حديثا الآن أكيد المرأة ممكن تكون نسبة أعلى بس كمان في نسبة أمية في الرجال هي نفس النسب النسب موجودة على الاتنين ولكن أنا خليني أتفق مع حضرتك إذن علشان يكون ختاما إذن نحن يعني عنوان القانون الراكد فأصبح الآن قانون الوساية يعني تحت عنوان قانون راكد بحاجة إلى تعديل في القانون وتعديل في الإجراءات كلمة واحدة لو تسمعيلي فضل إحنا مش هنصنع يعني مش هنخترع حاجة جديدة يعني إحنا مثلا المملكة العربية السعودية من سنة 19 تم التعديل وقالت أنه رب الأسرة في هذا النظام هو الأب أو الأم وانتهى الأمر إحنا عندنا رب الأسرة هو الأب بس وفقا المدى 24 وده غلط لأنه رب الأسرة لأنه إحنا عندنا كمان امرأة معيلة كتيرة جدا يعني المرأة المعيلة يعني الحقيقة سيدات ملياتك أكيد أه يعني أسر يعني فخلاصة القول أنه وفقا لكل التشريعات اللي في الدنيا مش هذا التشريع بس لابد أن نطور في إطار ما يدعم فكرة العدالة والمساواة والفرص المتكافية بين الجميع أكيد أنا بشكر حديك شكرا جزيلا ونتمنى إن شاء الله يتم هذا التعديل وأيضا تعديل في القانون وتعديل في الإجراءات زي ما حضرتك ذكرت يعني زي كده ما حضرتكم سوفته يعني بجد أحيانا أنت أو أنت بتخطط لدراما تمتع الناس زي ما بتخطط تخطط كمان أن أنت ترتقي بالمجتمع مش بس أن أنت يبقى عندك قوانين را كده وتقدمها حتى الأفكار حتى العادات حتى التقاليد صدقوني تنتصر الدراما والقوى الناعمة إذا كانت تزورك لمدة 15 يوم أو 30 يوم في بيتك وتخلق في بيتك حوار مجتمعي عن فكرة ما ممكن نعدلها علشان نقول أسرة أفضل أو مجتمع أفضل فأهلا وسهلا بكل الأفكار البنائة تحية للمتحدة اللي فكرت في هذا الموضوع ولكل صناع مسلسل تحت الوصاية وأيضا للحوار الوطني الذي تم وناقش ويناقش وإن شاء الله بالتوفيق في هذا القانون فاصل وأنا تواصل معكم مزال خميس التاسعة مليء بالأشياء الكثيرة عودوا إلينا في فاصل قصير الحوار الوطني الحقيقة يعني مليء بالملفات ولكن من الملفات المهمة جدا عنوان مهم جدا في حياتنا أنت تشوفوا كده من عنوان كبير بس هون عنوان يعني حاجات كتير جدا الثقافة والهوية الهوية المصرية هي إيه الهوية المصرية والثقافة وإزاي أقدر أحافظ عليها وهي الثقافة أصلها ليها عمق يعني فيش حاجة اسمها مثقف كده يعني المثقف ده شخص كده في عمق كبير جدا دراية وعلم ومعلومات وشخصية وحاجات كتير جدا خلينا نتكلم في هذا الحوار وحوار خاص في التاسعة منبسق من ما حدث في لجنة الثقافة والهوية في ديافتي في التاسعة دكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية بالحوار الموطني مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا دكتور الحقيقة العنوان كبير جدا بس أنا عايزة أعرف يعني ما خرقتم إلي ما هي أهم المحاور اللي كنتم يعني مصرين إن هي تكون مطروحة في الحوار أولا يعني محور الهوية ده هو جزء من محور الثقافة اللي فيه موضعات أخرى هلنقشها فيما بعد زي السياسات الثقافية زي المؤسسات الثقافية زي الصناعات الثقافية السينما والمصرح والترجمة والنشر وكده زي الإبداع قضايا الإبداع والزينا ندعم الإبداع دي هي القضايا اللي احنا نقشها في السياسات احنا بدأنا بالهوية الثقافية والهوية الوطنية وطبعا احنا يعني عرضنا عدل على الناس عدد من الأسئلة يعني أولا ليه احنا من نقش الهوية يعني يعني ده كان حاجة مهمة جدا انه فيه تحديات والتحديات دي على فكرة ذاتها طبيعة عالمية وانا أكدت على هذا الكلام لانه كتير من الناس بيعتبر انه التحديات دي موجودة في مصر بسي موجودة في بلاد تانية الاريين زي ما حدك بتقولي كده العمق الثقافي يعني بخيرها نعرف انه التحديات دي موجودة في كتير من بلاد العالم لانه المؤثرات بتاعتها هي مؤثرات عالمية في الاساس زي مثلا العولمة وانتشار ثقافة الاستهلاك وثقافة الانترنت والوسائل التواصل الاجتماعي وتطورات اللي حصلت فيه استخدام الموبايلات واستخدام والسيولة اللي موجودة في العالم العالم دي ما بيقولوا كده عليه زي ما كان صلب كده وبدأ يتفكك ويسيل كده العالم كله صح فده وضع تحديات على موضوع الهوية كل شعوب كل شعب عنده ايه عنده من تاريخه ومن وهي موجودة صح يعني الهوية المصرية دي موجودة من فترة طويلة من الزمن وفيها تراكمات ومصر دائما بتفهم على انها بوطقة بتجمع كل الثقافات وكده وده احد سمات الهوية بتاعتها ولكن دي تحديات فاحنا قلنا الناس احنا عزين نعرف ايه التحديات دي يعني احنا اول حاجة ان احنا نعرف التحديات وبعدين تاني حاجة ان احنا نشوف ايه اللي ممكن نعمله من سياسات ومن اجراءات ومن توصيات امام التحديات نقدر نعمل بها امام التحديات وكان فيه طلب يعني طريح في المناقشة ان المناقشة ما تروحش ناحية الحاجات اللي هيت فيها مفاهيم وفيها يعني خلافات وفيها انما احنا نتجه نحو طرح افكار لها طبيعة عملية بحيث ان احنا ممكن ممكن نلفزها ممكن نتعامل معها في السياسات الثقافية نقدر يعني تبقى موجودة وملموسة في ايدينا بدل ما نتكلم كلام فيه الهواء الطلق مالوش لازم صحيح طيب خلينا نقول انه زي ما حضرتك قلت ديتني عنوان كده العولمة العولمة يعني لو انا حتى بقارن جيل مثلا من عشر سنين بس او من خمستاشر سنة يعني مع بداية يعني من الالفين والعولمة بدأت لكن انتشارها اكثر يعني بقاله عشرين سنة تقريبا فالدنيا تغيرت كتير يعني استقافة اللي كان بيبحث عنها وبيبذل مجهود من مجلدات او من مكتبات يعني هذا المثقف اللي كان بيبذل مجهود بقى أسرع انه يحصل على المعلومة في ثلاث ثواني من الاجهزة والتقنية الحديثة طيب وفي نفس الوقت احيانا هي نفس الاجهزة تعمله تشويش لانه وهو بيتثقف او بيبحث مجهود بتدخله بقى ثقفات كتيرة ازاي انا حقدر اشتغل على اني يبقى عندي مفهوم واضح وحافظ في ظل بقى العولامة الجديدة يعني ايه اللي ممكن احمله هو ده ده بصراحة من اكبر التحديات اللي احنا متوجهها لانه في كلام حتى بيتكتب في العلوم الاجتماعية يعني على انه العولامة بالشكل اللي حد كولتي ده بيعمل حاجتين في منطقة الخطورة نبرع واحد انه هو بي هو بيوحد العالم كده توحيد وهمي من اعلى يعني مثلا انت بص تلاقي لو رحنا استوديو في المانيا اللي نداله استوديو ده بالضبط يعني يعني فيش خلفات كتيرة بالضبط نفس الاستوديو كاميرا مصور مزيعة مخرجة الشوارع بنفس الطريقة المصانع بنفس الطريقة المدارس بنفس الطريقة صحيح فبيوحد الاقتصاد بنفس الطريقة فبيوحد ويعمل اتفاقيات عالمية اقتصادية يخلي الناس تبقى تبقى دخلا مع بعضها في شبكة تجارية فبيوحد العالم من فوق صح بس بيسيب الثقافة من تحت في حالة عراق في حالة قناء ان احنا لما بنشوف ده بيحصل كده بتبص تلاقي كل واحد ايه تعمل تعمل تخلق في المجتمعات قلق تخلق في المجتمعات نوع من فكل واحد يبتدي يتحصن في الركن بتاعه يعني عارف حضرتك فتبقى فيها زي ما بيقولوا الثقافة من تحت تبتدي تتفكك يعني ما ادي مثال بسيط جدا احنا كان مثلا زمان عشرين تلاتين سنة كان كل الناس بتروح تصلي والصوب وتعمل وتبارس الدين بشكل واحد مفيش حد مختلف عن التاني وكذا خلال العشرين سنة اللي فاتت بسيط دا يتدايم بشكل ودا يتدايم بشكل دا يطور الجلبية ودا يأثر الجلبية دا يطور الدقن ودا يأثر الدقن دا يعمل يعني انا بدي مثال التدين دا كان نموذج يعني صح فأسليم الحياة بقى فيها خلافات ايوة لانه بقى فيه ثقافات قريبة ثقافات غير الثقافة بتاعتك صحيح الخطر يعادات تانية دخلت على المجتمع المصري الخطر التاني بقى اللي بتعمله العولامة انها بتخلق للناس فرص لانها تبقى بينها وبين نفسها يعني تنسى شوية المجتمع اللي هي عايشة فيه صحيح يعني عالم الانترنت دا وعالم التوحد معي دا فبيخلل الانسان متوحد مع الجهز يعني يعني يعمل توحد مع الآلة ويعمل توحد مع نفسه وينسى العالم المحيط به قد نقول في الآخر خلاص انه قد ينسى الوطن نفسه يعني ينعزل بينعزل الانعزال كلي وبيبتدي يبقى فيه لان العالم دا كمان بيمنح للناس قدر جبير من الحرية بما انا اقعد مع الوبويل صحيح اقعد قدام اللابتوب محدش شايفني داخل بعمل دا اللي انا عايزه اتفرج على اللي انا عايزه اشوف اللي انا عايزه ومفيش حد وهنا الخطورة لحضرتك بتقولها انه ممكن يغير الهوية بتاعت يعني انا وانا قاعد بتابع وكذا انا قاعد على الكرسي المصري لكن وانا بتابع بنعزل بروح لثقافات تانية وحواوات تانية لو انا مش قوي مش عميق وبيفصلني عن الهوية بيفصلني بالضبط يعني بيعمل لي انفصال عن الهوية ارجع انا بقى الناس دي ازاي لانه هو انا بس اكمل الفكرة ده لانه في كلام هنا مهم جدا انه الوضع دا الزرف دا بيخلي الناس يبع عندها جرء انها تكسر الحدود وانا بقى الحديثك لانه هو كسر الحدود دخل هنا وشاف حاجات ما كاشي بيشوفها فبقى عنده القدر على ان هو زي بيقوله تكروس دا بوردرس انه هو يكسر الحدود صح فيبتدي عشان كده احنا فيه حاجات بتحصل قدامنا احيانا نستغرب عليها اللي والشباب الصغراء بيرفع صوته وبيكلمه الطريقة جرأة غريبة زي ونستغربها هو السبب السبب ده فده كله بيأثر فيه موضوع الهوية يعني بيخلي المجتمع يبقى فيه هويات مختلفة وقد تصل في الآخر قالص الى ان هي تبقى هويات فرضية يعني عارف حضرتك يعني ده بال بالعكس بيحصل حاجة في مجتمعنا انه الناس بتستخدم ده في خلق هويات جديدة تمام انا بشوف حاجات غريبة جدا في ال في ال هقول امثلة منها يريد نلاقي مثلا يعني الناس بتعمل قبائل لانه احنا بنقول الهوية ضد فكرة القبيلة لانه الهوية بتندمج فيها القبائل كلها وتنصها احنا لما بندخل على النت وبنعمل تبص تلاقي نعمل مجموعات كده كما لو كانت قبائل حتى في الشغل بتاعنا القسم الفلاني الهيئة الفلاني طب ده ماشي بس في ناس بقى بتعمل للقبائل تقول لك قبيلة اولاد فلان ومجموعة مش عارفة مين اولاد يتحدوا فكرة حتى وان كانت غريبة فهي بتخلق بتخلق هويات قد تكون مضادة للهوية الوطنية بمعنى هذا هويات بسميه انا الملازات المحدودة يعني انا بروح لملازات صغيرة ما بروحش انا للملازل كبير بسيب الملازل كبير الواسع ده واروح في حتة صغيرة كده لقبيلة بتاعتي واول قبيلة دي ايه واول وجمع الناس واعمل مش عارفة ايه وبعدين بعض الناس يعملوا حاجات غريبة يخلق قبيلة لو هو ملوش قبيلة اصلا صحيح لو هو ملوش اسم فروح خالق اسم يسمي نفسه اسم على اسم بلده ويعيش في هذا العالم ياخد حاجة من جدوده يعني مثلا هو بينتهي عند الجد التالس يجيب الجد الرابع عشان يعمل منه عارفة فبتبقى فيه ملازات الصغيرة دي كل ما رحنا للملازات الصغيرة انفصلنا كل ما الهوية تفككت وكل ما انفصلنا على الهوية وده القطر الكبير اللي بتعمله الانترنت في حياتنا لانه احنا محتاجين دكتور احمد يعني زمان الامس اللي مش بعيد اوي كان فيه حاجة اسمها الصالون الادبي والصالون الثقافي بيلتقوا الناس وجها لوجه ابداعات وثقافات واراء واراء حرة الشكل ده ما بقاش يعني موجود ولكن ما هوش الشكل العام العام زي ما حضرتك قلت يا غرف يعني منفصلة موجودة على الانترنت هل نقدر بزكاء انا اللي اخلق هذا التواجد يعني بدل ما هو كان في الشكل العادي ادخل انا على الانترنت بنفس الافكار ولكن بافكار العالمة يعني يكون لي انا لها ثقل على الانترنت بدل ما الانترنت هو اللي يرمي علي ثقافاته الغريبة انا اللي اشتغل عليه هل ده واراء طبعا طبعا ده انه ممكن يتعمل هنا حاجات هي بعضها بيتعمل بس محتاج انها تت اول حاجة فيه حاجة اسمها المحتوى الرقمي لانه احنا حتى لما بنيجي نتكلم على المكتبع المعرفة ونحط مؤشرات لمكتبع المعرفة اللي هو يعني فبيبقى جزء منه حجم المحتوى الرقمي اللي عند بلد الفلانية تمام يعني هل عندها على الانتر محتوى رقمي يعني كبير ولا عندها محتوى رقمي المحتوى الرقمي ده بيضم التاريخ وبيضم العداية والتقاليد والمؤسسات بتاعت الدولة كلها تبقى مرقمنة الكتب تبقى مرقمنة كل حاجة تبقى مرقمنة فتبقى الانترنت كما لو كانت مخزن للمجتمع تمام يعني انا ابص بقى في الانترنت ما بشوفش الحاجات الغريبة ده انا شوف بلدي ده انا شوف مجتمعي يعني يبقى انا بشوف المجتمع بتاعي اغزي الانترنت بالهوية بتاعت اه طبعا ببتالي انا بعمل محتوى رقمي قوي محتوى رقمي علمي محتوى رقمي راقي متنظم سهل الوصول اليه وهكذا دي نمرة واحد نمرة اتنين انه الانترنت بتوتيح لنا فرصة احنا برضو محتاجين ان احنا نستخدمها عشان نعم نستخدمها في الحاجات الملاذات الصغيرة ان احنا نعمل مجموعات صغيرة صحيح بس احنا ممكن نعمل منها مجموعات ايجابية صحيح بمعنى ان احنا يعني دلوقتي فيه حاجات كتير جدا بتتعمل على الزوم ندوات ومؤتمرات صحيح احنا نتوسع في ده وفيه صفحات كتير اللي هو عشق للفن وللكتب اه او نعمل الصفحات الصفحات تبقى من اجل الهوية لا من اجل الملاذات الضيقة بمعنى ان انا اعمل صفحات اعمق من خلالها الشعور بالانتماء وشعور بالولاء ان انا مثلا اعمل صفحات يعني يبقى فيها اسم مصر اعمل صفحات عن مثلا الفراعنة انا بشوف صفحات في المحتوى الرقمي العربي بصراحة مفيدة جدا جدا يعني مثلا في صفحات بقى عليها كل المحتوى الرقمي الشعري العربي تفتح كده تقري المتنبي صوتا وكلاما واحد بصوت رخيم كده بيرالتنا تعلمنا الله في الزمن ده بيرالت حصيدة كفور الإخشيدي بتاعت المتنبي بالصوت الجميل كل المعلقات موجودة معلقة عن طرف وطرف ابن العبد ومرؤ القيس كلها موجودة ونقفها نبكي ويبتبص تلاقي الكلام الشعر حتى دي هتخلي اللي بيتعلمه يعني أنا فاكرة على جيلي احنا بازلنا مجهودة قوي علشان نتعلم في الكتب والحاجات دي لكن وجودها على الانترنت اسهل بكتير لأنها مقتطفات تقدر تروح وتيجي علي طيب من المعاينيين يعني خلينا نوسع القاعدة اللي تشتغل معنا في ده احنا بنكلم على وزارة ثقافة بنكلم عن إعلام بنكلم عن وزارة التربية والتعليم يعني كل دول لازم يكون عندهم منصات قوية رقمية زي ما حضرتك قلت صحيح مكتبة زي مكتبة اسكندرية احنا طبعا احنا يعني احنا في اللي انا بأتكلم عنه ده معمول في طبعا في بلاد عربية ومعمول من خلال جماعات بتهتم بالثقافة وفي بعض الناس على فكرة بيعملوا بتمويلات خاصة يعني على فكرة يعني بتمويل خاصة كده بعض رجال الاعمال بيبافزينهم مشاريع ثقافية فبروح عامل مشروع ثقافي كبير بهذا الشكل احنا النهاردة يعني في النقاش كان موضوع التعليم يعني من الموضوعات المهمة جدا اللي طوري حطو وكان فيها كلام لانه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الانترنت حتى مرتبط بالتعليم ونحن نستخدم الانترنت دي في التعليم لانه تبقى المحتوى الرقمي ده اداة تعليمية اداة معرفية ان انا ادخله اتعلم مش هدخله اتضمر واخرق يعني اللي بيحصل ان انا ادخل هما بياخدوا مني حب يعني بياخدوا مني شوات حاجة يعني بياخدوا من وجودي يعني كما لو كنت اخسر من وجودي مثلا واحد من عشر انا عايز اضيف لوجودي واحد من عشر بمعنى الاضافة الوجودية هنا هي اضافة فكرية اضافة عقلية اضافة حتى استعادة ان انا عرفت عرفت شيئا جديدا فحقق ليه سعادة وبهجة وصرور وكده فقرقت فالتعليم كان من ضمن الموضوعات اللي اثيرت في الحوار بشكل قوي جدا النهاردة وكان لانه ده كلام انا شايف انه هو مهم جدا لانه لا ثقافة بغير تعليم صحيح ولا هوية بغير تعليم تعليم وتعليم قوي صحيح وفيه مشاكل بتحصل في التعليم عندنا وفي الوطن العربي كلها بدأت تظهر دلوقتي اللي الناس سمتها في الحوار النهاردة ازدواجية التعليم بمعنى ان احنا عندنا نمر واحد تعليم ديني وتعليم مدني وداخل التعليم المدني فيه مستويات مختلفة من التعليم وجماض مختلفة من التعليم صحيح ده مطلوب وе ممكن يبقى موجود بس لما يكون كل واحد من المستويات دي ليه مرجعية مختلفة واحد جايب المرجعيه بتاعته من امريكا واحد جايب من هلمانيا واحد ده المرجعيه بتاعته كده ضعت الهواء. بالضبط. كده ضعت الهواء. طيب أنا عشان الختام والكلام وحتى لأنه أطيل على حضرتك. إديني تلات عنوين سريعة جدا كده. حضرتك تتمنها أنها تكون خرجت من هذه اللجنة والحوار الوطني. وتبقى مهمة جدا في التنفيذ. أول حاجة أننا ربما نكون محتاجين لرؤية استراتيجية. لا نسري فيها وقتا كبيرا. لأنه يعني تكوينها سهل جدا. أنه عندنا شوية إرادة أن ننفذ الاستراتيجية دي بتمويل. لأن المسألة عايزة فلوس برضو. وننفر التمويل ده. وأنه يبقى فيه تعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني. يعني متباشي الدولة بتحميلها كل حاجة. وإنبقى فيه تمويلات تمويل كافي لهذا الكلام. الحاجة الثالثة. رقمنا بقى. لا لا اللغة. اللغة برضو خدت مكان كبير جدا. لحجة كمان. وإنحنا يجب أن نهتم باللغة العربية. لأن اللغة العربية على فكرة تضعب ضعفا كبيرا. حتى اللهجة اللي هي التالتة اللي بنشتغل بينا. ده حتى اللهجة وأسلوب الكتابة. كمان. نحن بنكتبها دلوقتي بالحروف اللاتينية. وبالأرقام. والدنيا بتروح. والأسرة كده تقعدة بتتكلم على اللغة العربية حتى بنوع من الولد ده بيتعلم عربي وده بيتعلم يعني إنجليش. ده خريك كذا وكأن العرب يعيب الحديث بيه. الحقيقة الكلام وأنا أتمنى لأنه الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه كبير قد كبر الحوار الوطني. محتاج مجهود ولكن الجايد إن احنا بنتكلم فيه. وكل ما يزاد الحوار نقدر نقف عن ده. أنا مشكورك شكرا جزيلا. أنا أتمنى لك التوفيق لأنه مشوار. مشوار وأنا حاخد الثلاث عروين اللي حضرتك قلت عليهم عن لسان دكتور أحمد زايد. رؤية واستراتيجية إرادة وتمويل حكومة وقطاع خاص الكل وأهمها اللغة العربية. وكمان اللهجة لأنه اللهجة المصرية هي اللي عملت الحالة في العالم العربي. العالم العربي يتحدث بلهجاتنا أحيانا ويغني معنا ويفكر بالكثير. أعتقد ده من الحاجات المهمة جدا في الحوار الوطني. فاصل قصير ونستكمل معكم آخر فقرة معنا الليلة. نحتفي ونحتفل فيها بالزعيم عاد الإمام. التوصيات اللي احنا شغالين عليها عن أهمية ان يكون فيه استراتيجية وطنية لقصة الهوية الوطنية وتفعيلها بشكل كبير جدا. احنا في حاجة الرسم تاني لملامح الشخصية المصرية وربطها بالثوابت الوطنية والثوابت القومية للدولة المصرية. ده احنا شايفينه من خلال تفعيل المجلس ده أو الاستراتيجية دي. ولابد من التركيز على عملية تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص في رسم قضية الهوية دي. احنا في المحور السياسي في لجنة حوي الإنسان والحريات العامة كانت أول قضية ناقشناها هي قضية مكافحة التمييز. وبالتالي التمييز طبعا ده مروحة واسعة جدا. يعني له أبعاد مختلفة دين ولغة واتجاه سياسي وطبقة ومسكن ومقر موجود في أقاليم ولا موجود في العاصمة. يعني مروحة شديدة التسعة ومن ضمنها النوع طبعا المرأة. لكن من حسن الحظ أن الاتجاه العام اللي كان سائد كان ضد فكرة التمييز. الوعي أنه إحنا نرجع نبقى فاكرين أن إحنا حنقدر نتحكم في أن الشباب زي حضراتكم كده بقى المتاح قدامهم العالم بثقافات مختلفة تماما بثقافات إيجابية جدا بس ثقافات تانية غريبة جدا وسلبية جدا يعني فيه كم هائل من التضارب وإنت متعرض ليه ولو حضرتك عندك الوعي أنك تقدر تفرق اللي عنده سبع سنين اللي هو المتلقي الحالي لهذه الثقافات من خلال الإعلام الإلكتروني والارتفيشل انتليجنس والذكاء الاصطناعي وكمية التطور السريع جدا اللي ما بيديناش حتى الفرصة أن إحنا نحلل التغيرات وإزاي ده بيأثر على شبابنا وأطفالنا الحقيقة يعني أنا رأيي أنه قضية الهوية المصرية دي في ملتها الأهمية وفي رأيي أنا يعني بتحتل أولوية أولى لأنه إحنا كل المصاعب اللي اكتشناها وكل المخططات اللي أفشلناها تمت بفضل الوحدة الوطنية اللي هي الهوية المصرية الوحدة لأن في اللحظات الخطر اللي صدفتنا قبل كده وهي كانت متعددة ومش بسيطة يعني لأن كان وراها قوة الشر كلها ليست مجرد سطر في كتاب لأ دي اشتغلوا لها كتير قوي وأن الصحوة المصرية اللي حصلت بتبقى أكبر دليل على أنه الهوية المصرية الحمد لله لا تزال هي الحاكمة عادة الإمام يعني الزعيم الكبير عادة الإمام مش بس كل سنة هو طيب كل سنة وإحنا طيبين لأن عادة الإمام هو يعني مش عارفة أقول إحنا جزء منه ولا هو جزء منه أنا شخصيا فاكرة كويس قوي في بداياتي كمزيعة قابلت الفنان عادة الإمام وقال لي أنت مزيعة كويس قوي بس عندك حاجة لازم تتعلميها فقلت له إيه؟ قال لي لأ لازم تتحكي شوية ما تبقيش جدة كده قوي يعني لازم يبقى فيه ابتسامة الكاميرا تنقلها وشغلني يعني فضلت طول الوقت وأنا يعني بقدم يعني في الأوائل أقدم طب عايزة كلم جد وعايزة نصيحة عادة الإمام أبقى أبتسم فلا طبعا عادة الإمام تاريخ كبير لو إحنا قلنا هنتكلم عن إيه؟ عادة الإمام والفن عادة الإمام والبدايات لو قلت السلم النجاح لازم يبقى فيه عادة الإمام لأنه مش بدأ من أول السلم ده بدأ قبل ما يتعامل السلم أصلا لو اتكلمت في السينما عن كامل العدد لازم تذكر عادة الإمام لو في خشبة المسرح والمسرح كومبلي أو فول هاوس زي ما بيقوله في المسرح يبقى عادة الإمام لو اتكلمت عن الوطنية وافتكرت الأعمال الوطنية وافتكرت قد إيه جمع الشوان وافتكرت أعماله لما كان كل الأطفال يمشي يقوله إبراهيم الطاير زي عادة الإمام يبقى عادة الإمام لو أنت افتكرت كده أن الإرهاب قبل ما تبقى طيوره بتبان يبقى عادة الإمام لو اتكلمت عن جوائز وعن انتقادات وجدل وحاجات كتير وقصص وحكايات حيبقى عادة الإمام أنت طول الوقت وانت ماشي لو كلمت عن أجيال بنتكلم بقى عن مؤلفين وعن مصورين وعن مخرجين وعن فنانين يبقى عادة الإمام لو خدت الطيارة ولفيت الدول العربية ووقفت وقلت أنا من بلد عادة الإمام هيعرفه أنك مصري إذن هو عادة الإمام الزعيم كل سنة وانت جزء مننا وإحنا جزء منك وانت الفنان الكبير عادة الإمام في ضيافاتي الآن الناقد الفني رامي المتولي ولا إيه يا عم رامي؟ أهلا بحضرتك أهلا بك عادة الإمام هنتكلم عن إيه ولا إيه؟ يعني نتكلم عن تاريخ نتكلم عن زي ما حاك قلت جزء مهم جدا له علاقة بشكل مصر وهوية مصر يعني دايما لما نيجي منتكلم فيه فنانين بيعبروا عن مصر محمد عبد الوهاب مكلسوم نجيب الرحاني إسماعيل ياسين عادة الإمام بالتأكيد واحد منهم إيه اللي خدم عادة الإمام بنتكلم عن أكتر من 61 عام يعني عمر طويل جدا أنه فنان يفضل موجود على الشاشات بهذا العمر وبزعامة يعني بكاريزمة وحضور هو الفكرة الرئيسية في أنه هو شخص في منتهى الزكاء يعني مش بس زكاء شخصي على اعتبار أنه هو بني أدم زكي حد يقدر يتعامل مع المفردات اللي حواليه لا هو عنده كمان زكاء في إدارة الموهبة عنده ثقافة وفي ميزة مهمة جدا أنه إحنا ما بنحسش أن الثقافة دي نوع من أنواع الوجهة أو جزء ابن تعالى به على الآخرين أن أنا مثقف دي مش حصل يعني طول الوقت أنت بتحس أن عادة الإمام واحد من عجلت الشعب واحد من المصريين عادي جدا ما فيش ما فيش ما تحسش بأي نوع من أعمال اختلافة سيما أنا أفكرك مثلا في الحريف وياريت زي ما وعدني رئيس تحريرنا مصطفى أنه نحط الأغنية دي في الحريف الأغنية بتاعة الشوارع حواديد صلاح جهين الزكاء بتاع محمد خان في الأغنية دي لأنه عادة الإمام هو الشوارع بالزبط هو شاف عادة الإمام في ده وطلع عادة الإمام طول الفيلم في ده إحنا شايفين حد نقدر نقول قصة صعود حد عنده إرادة عكس الشكل بالزبط يعني زي ما تحسش ده الحريف وهنا الشوارع حواديد بالصوت موجودة هو عكس بشكل رئيسي مظهر عادة الإمام على التغيرات الاجتماعية اللي كانت حصلة لأن الفترة دي كانت مفصلية جدا في تاريخ الاقتصاد والاقتصاد غير من التركيبة الاجتماعية صحيح فالتفصيلة هنا أن محمد خان بزكاءه كمخرج قدر أنه هو يتعامل مع عادة الإمام على الاعتبار أنه هو وجه مصري بيعبر عن كرة القدم كما يراها المصريين اللي هي شبه عادة الإمام بالزبط وشبه المصريين كرة القدم اللي هي بتاعة الكرة الشراب والساحة الشعبية بالزبط وكان اختيار عادة الإمام في التوقيت ده أنه يعمل الحريف كان اختيار ذكي جدا جدا مفصلي في تاريخ أعماله هي الفكرة كمان أنه ممكن لو إحنا موجودين في هذه الفترة واسمعنا أن محمد خان اختار عادة الإمام هنستغرب هنقول هل هيصلح للدور هل هيقدر وده أعتقد أنه راجع لمشكلة تانية ممكن نكون بنقيم بيها عادة الإمام بشكل رئيسي مثل مثل على الصورة دي دي من صورة الكواليس في الشوارع محمد خان ومحمد خان طبعا مخرج ذكي ومخرج كاميرا الشارع أصلا محمد خان فهو برضو شاف أنه عادة الإمام هو شبه الناس شبه الكرة الشراب وشبه البطل فالحالة كانت حلوة هي كان كمان الفكرة أن عادة الإمام بسبب شهرته وبسبب الإمج اللي هو مكونها البعض يظن أنه هو ممكن تكون موهبته محدودة أو أنه هو مش هيقدر يسد كممثل وبيتم مقارنته بآخرين وبندي كريدت للآخرين عليه لكن الحقيقة أن عادة الإمام بيعمل ده بسهولة شديدة جدا لدرجة حسسك أنه هو مش مش دارس الحكاية دي مش حاطت أصلا مش بيفكر هو بيتعامل بعفوية فنان بيتعامل بزكاؤه بيتعامل بقدرته على قراءة الشخصية فأنت بتحس أن الموضوع بتعمل بسهولة شديدة جدا لدرجة تخليك أنه هو أن أنا محسش أن عادة الإمام ممكن يكون في فيلم أرتهاوس أو فيلم بتغلب عليه الصبغة الفنية زي الحريف صح دي حاجة والحاجة التانية أنه كان متصدر الشباك يعني فكرة تكون أنه هو نجم شباك دي بتخلي الناس تعتقد أن نجم الشباك ده ما عندهش الموهبة الكافية أنه هو يكون في فيلم فني أو بيقفه تحسش شوية من أنه هو يكون في فيلم فني صحيح عادة الإمام قدر يجمع بندودة قدر يحط بشكل رئيسي نفسه في كل الألوان وكل الأشكال وده رجع لتجربته نفسها يعني ثقافته ورجع لفكرة أنه هو احتكب الكبار اللي أسسه صحيح يعني هل نقدر نقول العمر الطويل ده نتاج التأسيس الأولي لأنه عادة الإمام زي ما أنا قلت مش طلع السلم هو ما كانش السلم يعني أخذ السلم قبل ما يتعامل يعني هو بدأ من بدري أوي من مشهد آه بالضبط الفكرة أن جيل عادة الإمام هو جيل كان بيواجه صعوبة شديدة جدا هما كانوا جايين بعد الجيل التاني أو الجيل اللي بعد نجيب محفوظ على طول عفوا نجيب رحاني عفوا أنا آسف هو نفس الأجيال آه نفس الأجيال فالفكرة هنا أنه هو كان بيتعامل في جوش هذه الصعوبة لأن كان فيه ناس موجودين في السوق وكانت أسماءهم لمع جدا فقد المهندس عبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم إبراهيم وابو بكر عزت وأمين الهنيدي محمد عود دي كلها أسماء مهمة جدا في الجيل التاني قدروا يتشربوا وكانوا مغطيين السينما والمسرح وتلفزيون حتى الفتيان يعني الشباب هو كان في جيل رشدي أبوز وعمر الشريف وأحمد رمزي وعصر جيله وعصر جيله يعني سامير غانم وجورج وكل المجموعة الجميلة العظيمة دي ففكرة المنافسة كانت شارسة قوية هو قادر يعمل استقلالية لنفسه كممثل من البداية هو قادر يتوصل لنجيب الرحاني عن طريق فؤاد المهندس يعني هو خط الأستاذية كده خط المدرسة اللي هو فيها فؤاد المهندس فنجيب الرحاني بالنقد الاجتماعي السخرية وشربه شرب كل ده وقدر يحط بصمته هو الخاصة يعني أنا يعني دي ميزة أعتقد أنها كمان بتميز سامير غانم عشان كل واحد فيهم أخذ منطقة لوحده في الكوميديا التواحج المسرحي بدأ مع مدرسة المشاغبين عند عادل إمير ها طبعا ده العمل النقلة يعني أن من قوة الشخصية وكارزمة الشخصية دي اتقسمت فرقة الفنانين المتحدين الفنانين المتحدين لفرقتين أكشلي يعني هما تقسموا نصين نص عادل إمام صحيح يعني في منتهى القوة ممثل عظيم يوني الشلبي هادي الجيار يعني كل دي أسماء وكان محمود الجندي وحمد زكري محمود الجندي قبل ما قبل هادي يعني فالفكرة هنا أن أنت معاك أسماء ضخمة ومهمة لكن أنت قدرت تبين في وسطهم ده حاجة في صالحك وفي صالحهم مش بتحسب عليك أو عليهم يعني بقى أنه أنا مثلا يعني أنه هو يتم الاستعانة بعادل إمام أنه يعمل عمل وطني زي جمعة الشوان كان هنا بقى إيه عادل إمام استوى عنده شعبية كبيرة جدا يعني في الوطن فإذا تقدر تدي له ملف من ملفات المخابرات ويقود وينجح به بالضبط لأنه هو هنا عادل إمام رسم إمج لنفسه ما أعتقدش أنه فيه أي حد قدر يعملها يمكن الأستاذ الكبير طبعا فريد شوئي فكرة البطل الشعبي فكرة أن أنا أظهر مش بالمقاييس المتعرف عليها كجان برمير ملون شوية زي عمر الشريف أو محمود عبد العزيز لا أنا ملامحي ملامح مصرية ما عنديش نقطة التفوق بتاعة الملامح بتاعة الشكل دي سواء طول أو جسم رياضي أو تفاصيل من هذا رغم أنه كان بيحافظ على أبعاده الجسمانية طول الوقت علشان يفضل أهل الأدوار اللي من نوع ده وده برضو تحدي عند الممثل بشكل كبير طبعا يقدر يتشكل وهتنوع بالضبط فالفكرة هنا أنه هو لعب على فكرة البطل الشعبي البطل اللي بيقدر ينتصر على الظلم اللي بيقدر ينتصر على المعوقات اللي بتقابله بسخرية وبالطابع العام بتاع المصريين عشان كده المصريين بيعكسوا نفسهم فيه وانتصارهم بيانتصاره عشان كده ينجح كمان بالضبط طيب قبل ما أختم كمان عاد الإمام يعني قدر أنه هو في وسط أجيال كتير يفضل زعيم يعني عاد الإمام كان بأعمال رمضان بينافس بيها أجيال أصغر منه بكتير حقيقة ويفضل هو عاد الإمام بقوته يعني بالإعلانات بالتكلفة عاد الإمام واجه تحديات شديدة جدا يعني كان واجه تحديات فيه أنه هو يكون بطل أول في فيلم وبعدين واجه تحديات مع اللي حواليه سواء تجاريا أو فنيا وبعدين على التسعينات وفترة نقدر نقول أنه فيه كيرف كده هبوط سنة صغيرة نلاقي فيه جيل المتحكين الجدد طلع فنفاجأ بأن عاد الإمام بيستعيد بريقه مرة أخرى وبيتصدر الشباك مرة تانية فهي الفكرة ده طبعا بخلاف أدواره اللي ليها علاقة بالنقد الاجتماعي والنقد السياسي بالذات مع وحيد حامد وشريف عرف دي مرحلة مهمة جدا يعني اللي هي يعني هو حرب الإرهاب بالفن يعني هو طبعا يعني كل الأفلام بما فيهم النوم في العسل اللي أنا بعتبره واحد من أهم الأفلام في التجربة دي في النقد الاجتماعي وفي التعامل مع فكرة الانفجار السكان فالفكر هنا أنه هو يعني زاكي جدا هذا الزكاء هو الذي كان يقود الموهبة طول الوقت يعني أستاذ رومي مهما تحدثنا عن الزعيم إحنا بنتحدث عن واحد وستين عام من العطاء بالزبط والتنوع فأعتقد إحنا محتاجين عشر أيام بالزبط نتكلم فيها أشكرك شكرا جزيلا من نورتنا والزعيم يستحق كل الكلام كل سنة وهو طيب بخير كل سنة وهو طيب مشاهدين حاولنا من خلال التاسعة بنقول للفنان عادل إمام كل سنة وانت طيب وانت منور وانت رمز وانت جزء مننا وإحنا كمان جزء منك سنة حلوة وسنة جميلة عليك وتفضل دايما منور بكل الأعمال دوري انتهى اليوم في التاسعة أتمنى تكونوا استفدعتم معنا في يوم الخميس غدا تلتقون بإذن الله مع برنامج التاسعة يوم الجمعة مع الزميلة العزيزة هدير وأنا ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل تسبحوا على الفخير اشتركوا في القناة